اشتركوا في القناة بيقول ان الحياة مش انك تلاقي نفسك الحياة هي انك تصنع نفسك انا عارفة ان احنا بنستخدم الجملة دي انا مش لاقي نفسي عشان نعبر على ان احنا مش عارفين ايه مهمتنا في الحياة او مش قادرين لسه نحدد ايه هدفنا في الحياة لكن الجملة اللي هي اللي احنا بناخدها بشكل كده اعتراضي ان احنا لازم نلاقي نفسنا دايما بتحسسني ان الموضوع مرتبط بعامل خارجي مع ان هو مرتبط بحاجة داخلي احنا ما بندورش على نفسنا برا حوالينا احنا مفروض نلاقي نفسنا جوانا ده النص الاوليني النص التاني في كلمة بيرنر شو هو انك تصنع نفسك الحياة is about creating yourself not finding yourself وده فعلا مفكرني ببعض الاشخاص اللي قابلتهم وبعد فترة انقطعنا عن بعض ورجعت قابلتهم تاني وتشوف التغيير اللي حصل في حياتهم فيه ناس بقت للأحسن فيه ناس بقت للأوحش مع الكلام معاهم اللي دايما حياته اتحسنت بحس ان هو اخد قرار ان هو اللي يحسن حياته وده جزء مهم جدا جدا من عملية صناعة الذات احنا اللي بنصنع نفسنا تلاقي مثلا واحد ناجح يقولك انا يعني انا فحدت في الصخر وتعبت ويعني قابلت تحديات ومش عارف ايه وبتاع وصناعت نفسي بنفسي كلمة ما عدناش بنشوفها كتير ان يقولك ده راجل عصامي يعني ايه يعني اعتمد على نفسه مش كل الناس مولودين على فكرة في بقهم معلقة ذهب ومش كل الاغنية اللي كان حصدهم كويس في الحياة وانهم ورسوا حاجة عن ابهاتهم وعن امهاتهم اغنتهم سروتهم عن انهم يشتغلوا حتى يعني انا في مكان اشتغلت في كان مدير الابتكار والتطوير كان ابن صاحب الشركة مديرة التسويق كانت بنت صاحب الشركة الناس دي اتولدت اغنية اتولدت بعد ما ابوهم عمل شركة وعمل مصنع وعمل منتجات وعمل سروة ولكن كانوا كل يوم الصبح بيروحوا يعودوا على مكاتبهم كل يوم بيفكروا نعمل ايه جديد نزود سروتنا ازاي نحسن منتجاتنا ازاي فن صناعة الزات فن ومهارة وعلم لازم نتحل بيه ازاي اصنع نفسي عشان كده الفترة اللي جاية هكلمكم على خطوات معينة نعملها على ان احنا نري انفنت كمان او ارسالس مش بس انكريات مش ان احنا نصنع نفسنا ان احنا نري انفنت ري انفنت يعني يعني معناه ان احنا نبتكر نعيد صناعة نفسنا احنا دلوقتي كلنا في مرحلة معينة اردي فيه فيه حاجة تكونت فيه حياة موجودة مش عارفة فيه فيلم شفتوه ولا لا اهو اسمه My Big Fat Greek Wedding البطلة فيه من اصول يونانية عايشة في امريكا شكلها مش حلوة اوي لابسة للدارة تخينة مش عارفة تلبس ازاي مش عارفة تاكل ايه مش عارفة تتصرف ازاي عايشة في ظل في ظل اسرتها الكبيرة يعني بترديشن قوية اوي 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 مشكلة حياتها كلها لغاية ما في يوم الايام بتشوف شاب وبيعجبها بس هي مش عاجبها او مش عاجبهاش فبتقرر ان هي تري انفنت تعيد ابتكار نفسها فيه كمان مشاهير كتير على فكرة اعادوا ابتكار نفسهم من ضمنها من ضمنهم مثلا ابراهام لينكلين انا مغرمة جدا بهذا الرئيس الامريكي رغم يعني نهايته المحزنة وان هو تقتل لكن ابراهام لينكلين جاي من اسرة متوضعة جدا 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 فلاحين في مزرعة فقرة جدا ما تعلمش يعني هل تتخيلوا ان ابراهام لينكلين ما تعلمش لما كان مراهق قرر ان هو لأ الحياة دي مش ليا انا لازم الاقي حاجة تانية وساب مزرعته وراح سافر لولاية تانية وعلم نفسه بنفسه كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها كان مشهور عنه جدا ان هو خطيب مفوح لما يقف ويخطب في الناس الكل يسمع له طب اكتسب الخطابة دي منين قدر ينمي مهارة الخطابة عنده دي منين كان بيقرأ الجرنان بصوت عالي في مكتبه الصبح كل يوم الصبح كان يجيب الجرنان ويقرأه بصوت عالي منه انه بيعرف ايه اللي بيحصل في الدنيا بيعرف ايه المواضيع اللي يتكلم فيها ايه الاحداث اللي حصلة حواليه ومنه كمان ان هو كان بينمي مهارته في القاء الكلام ايه التمرين اليومي اللي كان عامله لنفسه ده بعد فترة اسمر وانتج هذه الخطابة اللي كان مشهور بيها ان انت تعيد ابتكار نفسك ليها حاجات كتيرة اقول في الشكل في المهارات في الافكار في في الاتيكيت في ازاي بتقدم نفسك ايه لما تصنع نفسك انت اللي في ايدك القرار انت اللي متحكم في حياتك لكن لما تلاقي نفسك انت سايبها كده للفرصة سايبها للعوامل الخارجية هي اللي توريك تحطك في سكة ما تحبهاش من اكتر الناس على فكرة اللي عملت اعادة ابتكار نفسي اتخركت مهندسة ميكانيكا حبيت المجال اشتغلت في المصانع بعدين اتجوزت لقيت ان الشغل في المصانع صعب جدا صعب ان انا استمر في هذا العمل طيب ايه تاني دورت يعني النقلة اللي دخلتني مجال الاستشارات كانت نقلة غريبة جدا انا شفت اعلان لشركة عن ورشة عمل ووركشاب في حاجة اسمها الهندرة او اعادة الهندسة بيزنس ري انجينيرينج انا كنت ابتدتها فكرت في الوقت ده وفكرت ان انا اقدم الماستر بتاعي في هذا المجال لما شفت ورشة العمل دي عرفت ان الشركة دي بتشتغل في المجال ده ما كانوش طلبين حد يشتغل عندهم ما كانوش ما كانش فيه اعلان وظايف ما كنتش اعرف اذا كان فيه وظيفة غالية ولا لأ واهم حاجة اني ما كنتش اعرف حد هناك اصلا في الشركة شفت مين المدير والايميل وبعتلهم وروحت زورته وكلمته وقلت له انا زورفي كذا 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 واشتغلت في كذا وحاليا بدرس كذا وانا عايزة اشتغل معاك لانا ما عنديش شغل انا انا عندي تيم كامل طيب خلاص اوكي سيب لنا سيب لنا تليفونك وايميلك وهشوف سيبت له فعلا تليفوني والايميل بتاعي وبعد فترة قريبة جدا اعتقد يمكن عشر تيام وسبوعين بالكتير قوي لقيته بيكلمني ولقيته بيقول لي بصي انا ما عنديش الحاجة اللي انتي عايزاها بالزبط بس انا عندي بوزيشن في السيلز واوعدك ان انا يعني يعني حشوف اني انقلك لحاجة تانية بعد شوية رحت فعلا واشتغلت في السيلز معايا وكان شغل انا ما حبيتوش وما كنتش لقيا فيه نفسي شفتوا ما كنتش لقيا فيه نفسي بس هو ده اللي كان متاح لي ساعتها وابتديت اشوف ايه اللي موجود في الشركة وايه الادارات التانية وايه الحاجات التانية لغاية بما كان فيه ادارة الاستشارات الجودة الاستشارات البيئية والجودة وانا كنت اخدت ديبلوما في ادارة الجودة ابتديت اروح للمدير وبتديت اكلم وانا عايزة اشتغل معاك قال لي انا ما عنديش ميزانية ان انا اجيبك وبعدين انتي اساسا تعرفي ايه عن العايزة وانتي ما تعرفيش اي حاجة فيها قلت له بس هتعلم صعب لا قلت له لا تحديته قلت له لا هتعلم قال لي خلاص اوكي داني ورق قد كده وداني كتب قد كده واشتريت انا كتب وابتديت اقرأ واتعلم واروح اسأله كل ده وانا بعمل شغلي العادي خالص خالص كل ده وانا مش طلبة منه اي حاجة غير ان انا بس اتعلم كانت فترة اعادة استكشاف نفسي تاني اعادة ابتكار نفسي تاني وساعتها فكرت قلت انا لو وصلت ان انا اتعلمت المجال ده وانا ممكن اقدم في حتة تانية وممكن ادور على شغل تاني بعد فترة لما لقى ان انا اتعلمت وفهمت وعرفت وكنت حريصة ان انا اتعلم طلب من المدير العام ان انا اجي عنده وفعلا روحت عنده روحت في وظيفة مساعدة استشاري مش استشاري مساعد يفرق جدا ترتيب الكلام ورا بعضه شبه كنت سكرتيرة شبه كنت بصور ورق بكتب ريبورتات ناس تانية كتباح بتعيب مش ان انا بكتب ريبورتات بتعيب ريبورتات لكن كنت بعمل حاجات معينة الكونسلتانس التانيين ما كانوش بيعرفوا يعملوها لانهم كانوا متعودين على شكل معين وطريقة معينة وانا عشان ابتديت اتعلم حاجات في حاجات حبيتها وفي حاجات ما حبيتهاش بس كنت بتعلم حاول اتعلم اي حاجة تيجي ده نقلني الحاجة تانية والحاجة التانية نقلتني الحاجة تانية وكل نقلة كان قبلها ريينفنت مرحلة ريينفنت مرحلة انا نفسي بعيد استكشاف نفسي بشوف ايه المهارات اللي عندي وازاي اطبقها بشوف ايه المهارات اللي مش عندي وبحاول اكتسبها غيرت شكلي غيرت طريقة لبسي اتعلمت عايز اقولوكو كمان ان انا يعني من ضمن المراحل كانت بعد ما اتخرجت واشتغلت شوية بسيطة في المصانع كنت من جوايا حاسة ان مش ده الشغل الدائم اللي انا هشتغل فيه بس مش عارفة ايه هو بس حسيت ان لازم اتعلم اتكيت لازم اتعلم ازاي اتكلم ازاي البس ازاي ااكل صح بشوجة والسكينة ازاي لما ابقى في وسط مجتمع اقدم نفسي ازاي اتكلم ازاي ادير الحوار ازاي وانا فاكرة ساعتها ان انا اخدت كلاسز في الاتيكيت دورت كان فيه واحد من زمائلي لو هقربته بتدي دروس لزوجات الدبلوماسيين وكانت غالية جدا جدا الدروس كانت غالية جدا ودفعت فيها يعني مرتب اعتقد شهرين واخدت معاها تلاتة كلاسز يا تلاتة وساعتها قلتلها قلتلها بصي انا ما عنديش غير المبلغ ده ايه الاحسن حاجة ممكن اخدها قلت تاخدي كذا وكذا وكذا كبداية واخدتهم وبعدين ابتديت انا يعني على مدار السنين اتعلم واروح كلاسز تانية ولما بقى معايا فلوس تانية استثمرتها في حاجات تانية الفكرة هنا ان احنا على مدار الست فيديوهات اللي جاية هنتكلم على موضوع ازاي نري انفانت اورسل فخليكم معايا وتابعوني وكل مرة هنتكلم على حاجة محددة اشوفكم المرة الجاية